السلام عليكم تلاميذ السنة الثالثة ومرحبا بكم في قناتي فيديو اليوم موضوعه حل التمرين الأول في وحدة الكيمياء الوضوية تحذيرا لاختبارات الفصل الثالث إما أذكر لمن اكتشف قناتي لأول مرة يضغط على الزر سابوني ويفعل الجرس ليسله كل ما هو جديد دعال بركة الله ها هو التمرين الذي سنحله أمامكم طبعا قبل مشاهدة الحل المحاولة ضرورية لتفهموا هو الجدول هنا بما أن صبورتي صغيرة ندير سطرين ثم نمسح ونزيد سطرين وحدة أخرين إلى آخره بدأ الآن باسم المركب لاحظوا كلها روابط بسيطة أو أحدية والمركب يتكون فقط من ذرة الكربون مع ذرة الهيدروجين إذن هو عبارة عن ألكان الآن لتسمية هذا الألكان كما ذكرنا في الملخصات السابقة نقوم باختيار السلسلة الرئيسية سأبدأ باختيار السلسلة الرئيسية يمكن أن تكون هذه سنرى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذه تحتوي على خمس ذرة كربون خمسة كذلك يمكن أن تكون هذه السلسلة لما أصل إلى هنا أقوم بهذا دونك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كذلك خمس ذرة كربون هذه السلسلة تحتوي على خمس ذرة كربون ثم يمكن أن أنزل هكذا وتكون السلسلة هذه هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كذلك دونك السلسلة الثالثة تحتوي على خمس ذرة كربون يمكن أن تكون هكذا هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة معناه هنا السلسلة التي أختارها تعطي لي خمس ذرات كربون معناه سأختار إحدهما وفقط بما أن السلسلة الأطول تحتوي على خمس ذرات كربون سأختار هذه السلسلة ثم ترقيم السلسلة الرئيسية يكون من ذرة الكربون الأقرب إلى أول فرعة وهنا ها هو الفرعة وهذين كذلك فرعين دونك هنا يستحسن أن أبدأ من هنا من اليمين إلى اليسار واحد ثلاثة أربعة خمسة لأن هنا يوجد جذرين ثم كيف سأسمي هذا المركب سأبدأ بكتابة أرقام ذرات الكربون التي تحمل هذه الجذور دونك هذين الجذرين على الكربون الثاني إذن أكتب ثنين فاصلة ثنين فاصلة كذلك هناك جذر آخر على الكربون الرابع أربعة هكذا الكل بين قوسين شرطة ثم الآن عدد الجذور سأش ثلاثة هو ثلاث جذور هي متماثلة إذن سأستعمل كلمة ثلاثي 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 ميثيل اسم هذه الجذور ثلاثي ميثيل ثم السلسلة الرئيسية تحتوي على خمس درات كربون والألكان الموافق لخمس درات كربون هو بينتان بينتان هكذا لكم لمن لديه صعوبة في هذه التسمية سيشاهد الفيديو الذي سميته ملخص درس الألكانات إذن هذا المركب يسمى ثنين ثنين أربعة ثلاثي ميثيل بينتان أن الكتابة التوبولوجية كما تعرفون نمثلها بخط منكسر حيث هكذا بداية هذه القطعة عبارة عن درات كربون سي ثم نهايتها كذلك درات كربون سي هكذا ثم هكذا السي هكذا سي هكذا سنرى واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة سأمسح هذا نكتفي بهذا ثم إن أردتم الآن هذا كله في المسودة سترقمون كما رقمنا هنا واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة هكذا ثم يوجد الآن جذرين سي أش ثلاثة سي أش ثلاثة معناه هنا رابط بين السي والسي إذن سيكون هنا هكذا رابط السي ثم هنا كذلك ستكون هناك رابط السي هذه ثلاثة ثلاثة كربون بهذا الشكل ثم على الكربون الرابعة توجد يوجد جذر ميثيل ممثله بهذا الشكل هكذا سي آخر طبعا في الكتابة التوبولوجية لا تكتبوا هكذا السي فقط هذا في المحاولات لكي يسهل عليكم إيجاد الكتابة التوبولوجية للمراكبة الذي أمامكم هكذا فقط فعفوا أعيد تمثيل هذه الرابطة هكذا هذه أطويلها قليلا هكذا وأمسح معناه في الكتابة التوبولوجية نمثل فقط الهيكل الكربوني بدون أن نكتب ذرت الكربون سي 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 آخر سي آخر سي سي إلى آخره ثم الآن الصيغة المجملة بما أنه الكان أي الالكان لنك هكذا سي ن صيغته لعام H2N plus 2 ها هي الصيغة العامة لعائلة الالكان هنا يكفي أن أحسب بعد ذرت الكربون وأستنتج الصيغة المجملة واحد ثني ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية معناه هنا سي 8 H2N بما أن N يساوي ثمانية H2N ستة عشر زائد 2 H18 هنا إن تذكرتم الصيغة المجملة أو العامة لعائلة الالكان إن لم تتذكروا أحسبوا أحسبوا الكربون لوحده ستجدون C8 وأحسبوا هذه الدارات الهيدروجين ثلاثة مع ثلاثة ستة واحد سبعة تسعة مع ثلاثة اثنى عشر خمسة عشر ثمانية عشر هذا ما والعائلة والعائلة هي عائلة الألكانات الألكانات ها كذا نأتي الآن إلى المثال الثاني أو المركب الثاني ونبدأ بكتابة الصيغة النصف مفصلة هنا أعطيت لنا تسمية هذا المواكب ثنين مثيل بروبان قلنا لما أعطى لنا التسمية نبدأها من الأخير بروبان بروبان إذن عبارة عن ألكان وبروبان معناه السلسلة الرئيسية تحتوي على ثلاث ذرات كربون مث إيد بروب ثلاث ذرات كربون أمثلها هكذا ثم هنا لما تعطى لي التسمية وأكتب الصيغة النصف مفصلة أرقم كما أريد من اليسار إلى اليمين أو العكس هكذا ثم سأبدأ بوضع الجذور إن وجدت هنا تنين مثيل معناها على الكربون الثاني يوجد جذر مثيل وجذر مثيل ها هو الكربون الثاني رابطة يوجد جذر مثيل وجذر مثيل هو سأش ثلاثة هكذا ثم لما أضع الجذور إن وجدت أوصل بوضع ذرات الكربون بهذا الشكل هذا يجب أن أجد أربع ثنائيات هنا لديه ثنائية واحدة إذن سأضيف له كم ذرة هيدروجين سأضيف له ثلاثة ثلاثة أش مع هذه أربعة ثم أقوم بهذا الشكل وهذا الكربون لديه هذه الرابطة ثلاثة ثالثة إذن ينقصه هيدروجين واحد لكي يشكل أربع روابط ثم هنا كذلك هذا الكربون هذا لديه رابطة واحدة معناه أضيف له ثلاثة ذرات هيدروجين ليصبح لديه أربع روابط بسيطة ها هي الآن الصيغة النصف المفصلة للمركب ثم الكتابة التوبولوجية نبدأ هذا الس ثم هكذا هذا الس الثاني وهذا الس الثالث عندنا فقط ثلاث ذرات كربون ثم الجذر الميثيل هو على الكربون الثاني معناه هنا على الكربون الثاني أقوم بتمثيل قطعة مستقيمة هنا رأس القطعة المستقيمة معناه يوجد ذرات توجد ذرات كربون سأنسح كل هذه زيادات ها هي الكتابة التوبولوجية لهذا المرحل هنا بالنسبة للصيغة المجملة بما أنه ألكان فصيغته من هذا الشكل أو نحسب مباشرة عدد ذرات الكربون ثلاثة هنا مع هذه أربعة سكات ثم عدد ثلاثة ستة سبعة مع ثلاثة عشرة سكات أش ديس ها هي والعائلة بروبان إذن عبارة عن الكان العائلة هي الألكان ها كذا نتقل إلى السطرين المواليين هذين السطرين أعطيت لنا فقط الكتابة التوبولوجية للمركبين نبدأ بالمركب الأول ونكتب الصيغة النصف المفصلة له كيف ذلك نبدأ ب تمثيل هنا قلنا كل طرف عبارة عن ذرة كربون كل رأس هكذا ذرة كربون طرف القطعة ذرة كربون كربون آخر كربون هنا وكربون هنا إذن سأبدأ بالخط طبعا المنكسر هو السلسلة الرئيسية إذن سأبدأ هنا بكتابة س الأولى ثم الرابطة ثم السي الثانية ثم رابطة أخرى السي الثالثة يعني هنا واحد زوج ثلاثة ثم رابطة أخرى ثم السي الرابع هكذا أرقموها بهذا الترتيب واحد ثنين ثلاثة أربع ما الآن لما ألاحظ هذه الكتابة الطوبولوجية على الكربون الثاني لدينا فارعة معناه هكذا لأعلى أو للأسفل كيف كيف أكتب السي ثم على الكربون الثالث هناك فرع آخر بهذا الشكل ثم الآن الهيكل الكربوني مثلنا سنواصل تمثيل الصيغة النصف مفصلة بذرة الهيدروجين هنا لدينا واحدة فقط رابطة واحدة أو أحادية أو بسيطة أضيف ثلاث ذرة هيدروجين ثلاثة ثلاثة زائد واحد أرضع هذا الكربون الآن لاحظه واحد زوج ثلاثة سأضيف له فقط ذرة آخر واحد واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة هذا الآن الكربون هذا الذي يخص الفرع هذه رابطة واحدة معناها نزيد له ثلاثة آخر ثلاثة مع واحد أربعة ثم أنتقل إلى هذا الكربون لاحظه واحد زوج ثلاثة واحدة فقط واحد زوج ثلاثة أربعة هذا الكربون الآن واحدة فقط أضيف ثلاث هيدروجين لكي يصبح لديه أربعة روابط بسيطة هذا الكربون الأخير لديه واحدة فقط أضيف له ثلاثة ثلاثة عفوا أضيف له هنا ثلاثة أو ثلاث ذرة هيدروجين ثلاثة زائد واحد يساوي إلى أربعة ثم الآن الصيغة المجملة هو الكان فقط يتكون من ذرة الكربون والهيدروجين وكلها روابط أحدية أو بسيطة إذن هو ألكان الصيغة المجملة عدد ذرة الكربون واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سي ستة آش ثلاثة مع ثلاثة ستة سبعة عشرة أربعة عشرة سي ستة آش أربعة عشرة هو من عائلة الألكان نتقل الآن للكتابة التوبولوجية الثانية ونقوم بنفس الشيء هنا يوجد كربون هنا كربون هنا كربون آخر كربون كربون هنا كربون وهو كربون كذلك أرقم السلسلة هنا فقط توجد رابط ثنائية إن أردتم نرقمها واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة دائما السلسلة الرئيسية هي الخط المنكسر هنا سأمثله بالأحمر هذه وهذه عبارة عن فرور سأمثل هنا السلسلة الرئيسية كما أعطيت لي هذا كربون ثم رابط ثنائية ثم كربون آخر ثم رابط بسيط ذرت كربون بسيط أخر كربون أين أنا واحد ثمين ثلاثة أربعة واحد ثمين ثلاثة أربعة أنا هنا بقيت فقط رابطة واحدة ها هي السلسلة الرئيسية ورقمها بدءا من طبعا الذر الأقرب إلى رابط ثنائية ثلاثة أربعة خمسة ثم حسب الكتاب التوبولوجية يوجد فرع على الكربون الثالث هكذا س هكذا رابطة س ويوجد فرع على الكربون الرابع كما تريدون إن أردتم نحو الأسفل أو نحو الآلة في زوج أو واحد نحو الأسفل أو واحد نحو الآلة هكذا ثم الآن أنهينا بتمثيل الهيكل الكربوني نواصل بذرات الهيدروجين دائما لاحظوا هذا الكربون الأول لديه رابطتين بش يكون عنده ربعة نزيد ذرتين هيدروجين أي H2 ثم هذا الكربون لاحظوا هذا رابطتين رابطة ثنائية معنى ثنائية واحد زوج ثلاثة لكي يكون عنده أربعة وضيف فقط H1 ثم هذا الكربون واحد زوج ثلاثة نضيف له H1 هذا الكربون الفرع لديه واحد فقط وضيف له H3 ثم هذا واحد زوج ثلاثة وضيف له H1 ثم هنا هذا الكربون واحد فقط أضيف له ثلاثة يكون عنده أربعة ثم الكربون الأخير واحد فقط أضيف له ثلاث ذرات هيدروجين أي أكتب H3 ها هي الصيغة النصف المفصلة الموافقة لهذه الكتابة التوبولوجية الآن اسم هذا المركب فقط هنا الكربون الثالث هنا الرابع هنا عفوا نسيت تسمية المركب الأول من أرقام ذرات الكربون التي تحمل الجذور الكربون الثاني يحمل الجذر والكربون الثاني يحمل الجذر إذن أكتب ثلاثة بين قوسين بما أن هما جذرين متماثلين وهناك اثنين أكتب ثنائي اسم الجذرين مثيل هكذا ثنائي ثنائي مثيل أربع درات كربون توافق بوتان ثنين ثلاثة ثنائي مثيل بوتان أعود لأسمي هذا المركب الآن هنا ثلاثة أربعة لأن الجذر الأول على الكربون الثالث والجذر الثاني على الكربون الرابع بنفس الطريقة أكتب ثلاثة أربعة بين قوسين الشرطة ثنائي كذلك كينزوج ثنائي اسم الجذرين هما جذرين مثيل مثيل فقط هنا عدد ذرات الكربون هو خمسة إذن بنت بنت هنا ليس عبارة عن الكال لأن هناك رابط ثنائي عبارة عن السن بنت شرط رقم الكربون الذي يحمل الرابط واحد نون هكذا ثلاثة أربعة ثنائي مثيل بنت واحد نون أو بنت مباشرة لأن الرابط الثنائي هي على الكربون الأول أو بين الكربون الأول والثاني هنا الصيغة المجملة بما أنه عبارة عن ألسان فالصيغة هي لعمة من الشكل سين عش دوزان معنى ساحس بعد ذرات الكربون هذه السلسلة رئيسية تحتوى على خمسة مع هذا الزوج سبعة معنى سست عش ثنين في سبعة عش أربعة عشر أقول إن لم تتذكروا هذه الصيغة أو تفاديا للخطأ أحسبوا سبعة ذرات كربون الثلاثة مع ثلاثة ستة سبعة عشرة حداش تماش ثلتاش أربعة عشر أربعة عشر بما أن الآن هذا المركب أو الصيغة نفصل تحتوى على رابطة ثنائية مباشرة العائلة هي ألسانات عائلة الألسانات أو الألسانات بدون الألف نفس الشيء ألسانات بدون الألف هنا ألسانات هنا ألسانات أو الألسانات نواصل هنا أعطيت لنا اسم المركب ثلاثة ميت بوت واحد إين نبدأ دائما تمثيل الصيغة النصف المفصلة من العدد الموافق لعدد ذرات كربون السلسلة الرئيسية معنا هنا بوت ميت إيذ بروب بوت أربعة ذرات كربون السلسلة الرئيسية تحتوي على أربع ذرات كربون بهذا الشكل ثم نرقمها ثلاثة أربعة ثم نلاحظ هنا اللاحقائين واللاحقائين تخص الألسينات أي المركبات التي تحتوي في سلسلتها على رابطة ثلاثية وهنا رابطة ثلاثية على الكربون الأول معنا بين الكربون الأول والثاني توجد رابطة ثلاثية أمثلها ثم ماذا أيضا من خلال التسمية ألاحظ أن هناك يجد الميثيل على الكربون الثالث هكذا والجد الميثيل عبارة عن سع ثلاثة هكذا سع ثلاثة على الكربون الثالث لما أضع الآن الروابط هذه الثنائية أو ثلاثية حسب المركب مع الجذور أواصل بذرات الهيدروجين بنفس الطريقة هذا الكربون يحتاج إلى ثلاث ذرات الهيدروجين ليقوم بأربع روابط أكتب سع ثلاثة كربون هذا الثاني واحد زوج ثلاثة يحتاج ذرات آش واحدة ثم هذا الكربون الآن واحد سنين ثلاثة أربع هذا لا يحتاج إلى آش يبقى هذا واحد زوج ثلاثة يحتاج إلى آش واحد أكتبه من هذه الجهة ثم ننتقل للكتابة الطيبولوجية هكذا الآن السلسلة الكربونية بخط منكسر ههو الكربون الأول س ثم رابطة هذه الثلاثية هكذا ثم الس هذا ثم رابطة أخرى س ثم رابطة أخرى هكذا س واحد ثنين ثلاثة أربع مع هذا الجدر هنا الس ثم سأمسح طبعا دارة الكربون هكذا سأمسحها ويكون لدينا هذا بهذه الطريقة هكذا وهي الكتاب التوبولوجية الموافقة لهذا المراكب الآن الصيغة المجملة نحسب 1 زوج 3 4 5 C 5 H 3 مع 3 6 7 8 8 8 طبعا من الشكل C N H 2 Z 1 2 لأنه السين يحتوي على رابطة ثلاثية إذا نزل العائلة هي الس نات أو الكي نات الكي نات نفس الشيء ها هي عائلة هذا المركب ننتقل الآن إلى المركب الثاني ونكتب اسمه إذن هنا من خلال هذه الصيغة النسمة فصلة ألاحظ أنه يحتوي على المجموعة الوظيفية OH الخاصة بعائلة الكحولات مباشرة العائلة هي الكحولات عائلة الكحولات ثم الآن كيف أسمي هذا المركب قلنا نختار السلسلة الرئيسية وهنا توجد سلسلة واحدة فقط هي هذه أبدأ الآن ترقيم السلسلة من ذرة الكربون الأقرب إلى هذا الو معناه من هنا واحد زوج لو أبدأ هنا سيكون واحد زوج ثلاثة بالزد ثلاثة 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 أربعة ثم الجذور لا تحتوي هذه السلسلة على جذور أو فروع إذن مباشرة أكتب بوت بوتان شرطة الأو أبد ثلاثة الهيدروجين هو حمض كاربوكسيلي بوتانويك معناه هنا يحتوي على المجموعة الوظيفية هذه السلسلة دونك هي وظيفة الحمض الكاربوكسيلي ثم نواصل بذرة الهيدروجين دونك حيث الآن هذا لا نوظف له أش ثم هذا عنده زوج أضيف له أش ثلاثة ثم هنا زوج أضيف أش ثلاثة هنا رابطة واحدة وضيف أش ثلاثة أو يكتب كذلك بهذا الشكل سأش ثلاثة سأش ثنين سأش ثنين ثم الس هذا وظهر الروابط بين الكاربون والأكسيجين واحدة هكذا و واحدة هكذا و أش ها هي ثم هذه الكتابة لماذا لتسهل علينا الكتابة التوبولوجية بالنسبة للكتابة التوبولوجية أبدأ بتمثيل الخط المنكسر لنك رابطة هكذا السي هذه هذه الرابطة والسي أخرى بهذا الشكل هذه السي ثم السي الثالثة هنا ثم السي الرابعة هنا هكذا ثم الآن هذه الرابطة بين هذا السي الأخير وأش بهذا الشكل ثم هذه الرابطة الثنائية مع الأكسيجين بهذه الطريقة ها هي الكتابة التوبولوجية لهذا الحمض الكاربوكسيدي هكذا الصيغة المجملة الآن نحسب عادي واحد زوج ثلاثة أربعة سكاتر عاش عدد ذرة الهيدروجين ثلاثة خمسة سبعة ثمانية عاش ثمانية وذرتي أكسيجين أو ثنين هكذا من الشكل السي آنش دوزان أو د ثم العائلة حمض البوتانويك هي عائلة الأحماض الكاربوكسيلي نكتب هكذا الأحماض الكاربوكسيلي هكذا ثم ننتقل الآن إلى هذا المركب الثاني الذي هو عبارة عن استير لديه هذه المجموعة الوظيفية التي تميز المركبات التي تستمع استير كيف نسمي الآن هذا المركب هذا الجزء نسميه الكنوات الكنوات هذا الجزء الألكيل هكذا بصيف عم الكنوات الألكيل ثم هذا الكن على حسب ذرة الكربون واحد طبعا الترقيم دائما من هنا واحد زوج ذرة كربون إذن الكن الموافق هو الإيثان نزيد له وات إذن إيثانوات الجزء الأول هو إيثانوات الآن الألكيل على حسب عدد ذرة الكربون دونك زوج معناه الإيثيل إيثانوات الإيثيل هكذا إيثانوات الإيثيل الآن الكتابة الطوبولوجية هنا طبعا كملاحظة تجدون صيغة الإستير مكتوبة بالشكل المغلوب يستحسن كتابة صيغة الإستير بهذا الشكل هنا في الكتابة الطوبولوجية نبدأ بـ ثم هذه هكذا ثم الآن هذه الرابطة ثم هنا يجب أن أكتب لأنها ليست ذرة كربون الرابطة هذه بين س و ثم رابطة أخرى هكذا ونعود إلى الكربون س ثم رابطة هذه ننزل ونعود إلى هذا الكربون كذلك س ماذا نسينا س هذه الرابطة مع س و رابطة أخرى مع أو رابطة الأن بين أو والس والرابطة الأخيرة فقط نسينا هذه الرابطة سنائية مع أو التي هي على هذا الكربون معنا س مسح هنا طبعا كل هذه وأضيف رابطة مع أو ها هي الكتاب التوبولوجية الموافقة لهذا الأستير ثم الآن الصيغة المجملة واحد زوج ثلاثة أربعة سكت عاش ثلاثة خمسة ثمانية عاش ثمانية وثنين مثل صيغة الحمض الكربوكسيلي والعائلة هي العائلة الأستير هكذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم أمن أن تكون مفيدة لكم بارتجوها لماكسيموم باش تستفيد الكل و ما تنسونيش بالدعم اشتراك جام وتعليق شكرا لكم في أمان الله اشتراك